وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتها وقصفها على عدة مناطق في غزة في اليوم الثالث والتسعين من العدوان ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الأشخاص أفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عشرين مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بالتزامن مع قصف عنيف على المنازل في مخيم جباليا شمالا وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السبع من أكتوبر الماضي إلى 22835 شهيدا أكثر من 70% منهم نساء وأطفال فضلا عن سبعة ألاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض